بعد هدوء عصفة أثارها الإعلام الغربي حول أزمة خاشقجي، هاهي المياه تعود تدريجيا إلى مجاريها، بعد شهر واحد فقط من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، والذي قطعه رأساء تنفيذيون لشركات عالمية خوفا من تعرضهم لهجمات إعلامية، يأتي منتدى ومعرض اكتفاء الذي تنظمه أرامكو في الظهران ليظهر أهمية السعودية للشركات العالمية. رئيس التنفيذي لشركة أبي بي السويسرية أولريش سبايس شوفر ورئيس التنفيذي لسيمينز جو كيزر من أبرز الرؤساء التنفيذيين الذين سيحضرون اكتفاء بعد مقاطعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. كغيرها من الشركات العالمية، فإن مصالح سيمينز وأبي بي كبيرة في السعودية، والتي تضم أبرز عملاء الشركتين وبعض أهم استثماراتها، حيث تضم المملكة مصانعا للشركتين الأوروبيتين. ثمانية عشر شركة أمريكية، وعشر شركات يابانية، وأحد عشر شركة أوروبية ستكون من بين الشركات العالمية المتوجهة للظهران للمشاركة في منتدى ومعرض اكتفاء، والذي يهدف أساسا إلى تعزيز المحتوى المحلي في السعودية. وكما أظهرت رؤية 2030، لم تعود السعودية تكتفي بمنح العقود للشركات الأجنبية مقابل الحصول على خدمتها، فعلى هذه الشركات المساهمة في تطوير الصناعة والوظائف في السعودية، إذا أرادت البقاء شريكا للمملكة في المرحلة المقبلة. حسن سابر العربية